اهلا بحضراتكم من جديد عندي بالتأكيد كوليس مهمة جدا متعلقة بصفر فريق النادي الاهلي الى غانا يمكن على برقة الله سفرت بحثة فريق النادي الاهلي النهاردة ظهر اليوم الى غانا عبر رحلة خاصة يمكن رحلة اخرت حوالي ساعتين نتيجة عطل فني لكن شاء الله بإذن الله تكون رحلة موفقة لبحثة فريق النادي الاهلي مرسل كولر على فكرة ليه فضل انه يسافر بدر النهاردة الصبح عشان يعمل تدريب مسائي في احد الملاعب الفرعية القريبة من فنده الاقامة كان اتفق علي الكابتن سامير عدلي المجير الاداري اللي سبق البعثة بحوالي 24 ساعة يرتب كل الاجراءات اللوجستية لبعثة فريق النادي الاهلي فور الوصول الى كوماسي ولكن قدامكم هو على الشاشة بقى الكواليس واللقطات الحصرية لرحلة وكواليس بعثة فريق النادي الاهلي الى غانا بالمناسبة يمكن قدامكم في اللقطات الكابتن خالد بيبو موجود وانبارح كان فيه خبر خرج ان الكابتن خالد بيبو هيسافر مع كابتن سامير ولكن في اللحظات الاخيرة الكابتن خالد بيبو يمكن تعرض لنزلة برد قوي جدا منعته من الصفر انبارح ويمكن خاد بقى مضادات حيوية وخاد علاج مكسف عشان يكون موجود مع البعثة النهاردة وزا ما انت شايفين هو موجود النهاردة هو مع البعثة في رحلة الصفر الى غانا لكن الكابتن سامير عدلي كان سافر بالامس عشان يرتب كل الاجراءات اللي الجستية لبعثة فريق النادي الاهلي السفر من 12 الظهر للساعة 2 الساعة 2 دول اعتقد ممكن يعمله تأخير شوية طبعا في وصول البعثة البعثة كانت مفيدة توصل للساعة 5 المغرب يعني فكده ممكن توصل في حدود حوالي الساعة 7 او 8 بالليل فايبقى تدريب خفيف بقى بالقرب من فندو الاقامة وبقرى التدريب على ملعب بابيارو في مدينة كوماسي طبعا قدامنا اللاعبين اللي موجودين النهاردة في رحلة الصفر اللي اختارهم مرسل كولر 22 لاعب في قيمة الاهلي المسافرة الى غانا ده الجانب المتعلق بالصفر والعطل اللي حصل في الطائرة وده بالتأكيد التأخير اللي ممكن يسمح للجازل فانه يتمرن نهاردة ولكن هيبقى تمرين خفيف مش هيتمرن تمرين رئيسية لكن كل التدريبات المهمة اللي كان عايز يعملها كولر عملها في العامل اللي فاتت واكبر دليل على ذلك لما قلت لحضراتكم من يومين ان الاهل عايز يسافر الاربع مش التلات لانه كولر بيشتغل على حاجتين اولا يقلل مدة الصفر في اي رحلات خارجية في ظل ان الفترة الجاية مطشات كتيرة ورحلات كتيرة والجانب التاني كل الامور الفنية يخلصها من هنا بحيث وانت بسافر ما تضمنش اي ظروف خارجية برا فبلاش تحط نفسك تحت ضغط اللي انت بتدور على ملعب تحت ضغط ان في منافس بيرقبك او بيتفرج عليك بيشوف الملعب الفرعية اللي انت هتتضرب عليها يبقى فيه ممكن امور تمنعك ان انت تستعد بشكل جيد خارج القاهرة فدي نقطة كولر بيشتغل عليها مع الجهاز الاداري قيمة اللاعبين اللي سفروا النهاردة وزي من شايفين معنا يمكن على الطيارة والرحلة الخاصة اللاعبين اللي موجودين وشايفين اعضاء الجهاز المعاون مع مرسل كولر في حراسة المرمة مصطفى شبير حمزة علاء مصطفى مخلوف خط الدفاع محمد هاني محمد عبد المنعم علي معلول كريم الدبيس علي رمي ربيعة ياسر ابراهيم في خط الوسط اكرم توفيق مصطفى ابو الخير اللاعب النادي الاهل الصاعد مواريد 2005 فيه كمان عمر السلية كريم ندفد امام عشور مجدي افشا كريم فؤاد وكمان فيه حسين الشحات ردا سليم برستاو عاد من جديد لقايمة الاهل بعد مغاب القايمة اللي فاتت طاهر محمد طاهر ومودست وكمان وسام بو علي محمود ده قهربة زي ما انتم عارفين في اللحظات الاخيرة يمكن الجهاز الفن فضل عدم تواجد ده قهربة لظروف خاصة به اكيد الكل اكيد تابع الفترة الاخيرة ماذا يحدث فيه فكرة الاستعانة بقهربة استعدادا لمواجهة ميديامة الغاني وبالتالي هي رؤية لمرسل كولر النوع يستعين بمودست ووسام بو علي بعد وجود ده قهربة في القاهرة النهاردة قهربة كان موجود على فكرة فيه تدريب المستبعدين فبالتالي قهربة مش موجود مع الفريق لظروف خاصة وظروف اسرية لكن ابرز الغيابات مروان عطية تراقم الانزارات بخلاف محمود قهربة كمان فيه غيابات محمود متولي واحمد عبدالقاد ده قرار فن من مرسل كولر وفيه عمر كمال ومحمود الزنفولي حارس المرمى لعدم القيد في قايمة الافريقية ناس كتيرة ممكن تكلمني طيب دي القايمة ودول المستبعدين تشكيل الاهلي في مباراة ميدياما هل هيشهد تعديلات او تغييرات لو هنتكلم على الحداشر اللي بدأوا مباراة ميدياما فيه عنصر مش هيكون موجود لطلاقهم الانزارات بسبب الايقاف مروان عطية طب مين ممكن يعوض غياب مروان عطية بديه كده ممكن الناس تتوقع اقرم توفيق بنسبة كبيرة في مركز ستة فممكن يبدأ مكان مروان عطية عايز اأكد كمال على حاجة احنا مبرح لما طلعنا واتكلمنا على ابرز اللاعبين اللي هيكونوا موجودين في الرحلة قلت مع بيرسي تاو ومودست احمد نبيل كوكا طبعا بالليل لما طلعت القايمة الرسمية فالناس شافت احمد نبيل كوكا مش موجود في القايمة فازاي نقول احمد نبيل كوكا يا جماعة احنا قلنا الاسماء المرشحة للسفر نتيجة النهاية الحمد لله بتشارك في التدريبات ولكن القرار الفني في النهاية لمرسل كولر كرة في النهاية شاف ان كوكا بقاله فترة غايب زي احمد عبدالقادر بقاله فترة غايب فقالك لا بلاش استعين بي في المباراة دي وبالتالي استعين بي اللاعب الصاعد اللي موجود معاه في هذه الرحلة مصطفى ابو الخير فبالتالي مصطفى ابو الخير هيكون موجود في هذه الرحلة وبالتالي ده وجهة نظر فنية لمرسل كولر برضو فكرة الاستعانة بكهرابة لغاية اللحظة الاخيرة محدش كان وصق ومتأكد هل قهرابة هيكون موجود ولا مش هيكون موجود ولكن في النهاية دي القايمة اللي تم اختيارها من قبل المدير الفني السويسري مارسل كولر وبالتالي نتمنى التوفيق رب لي الفريق في هذا اللقاء طيب مركز ستة في ظل غياب مروانة عطية مين ممكن يشغل هذا المركز زي ما قلت كده بديه اكيد هيكون اكرم توفيق ولكن في التأسيمة الاخيرة وفي التدريبات الاخيرة كولر كان مركز بنسبة كبيرة على مصطفى ابو الخير هل ممكن مصطفى ابو الخير يكون مفاجئة كولر في مباراة ميديامة هل كولر هيستعين باكرم توفيق في هذا المركز في ظل ان اكرم توفيق يا جماعة لما بدأ في توظيف اكرم في مراكز الملعب كان دايما بيلعب في مركز ستة قبل ما يروح يلعب في مركز الظاهير الايمن او الباكرايت وبالتالي هنشوف هل كولر رايستقر على مين يبدأ مكان مروانة عطية في جانب تاني متعلق به الجانب الهجومي ماتش اللي فات بدأ بطاهر وحسين ومودست المرة دي انت معاك ريدا سليم خد جزء من المباراة اللي فاتت هل ممكن يبدأ به عندك برسة ورجع بعد غيابه عن المباراة السابقة نتيجة الاجهاد اللي تعرض له بعد مشاركة طيبة جدا ليه مع منتخب جنوب افريقي هل ممكن يبدأ به هل ممكن يفاجئ الناس كلها ويبدأ بالمهاجم الفلسطيني وسامبو علي اللي عنده يعني مش عايز اقولكو حماس منقطع نظير يعني حماس كبير جدا وتحدي كبير جدا والولد عايز يلعب مباراة مهمة زي دي في دورة ابطال افريقيا وكان بيحاول يلحق مباراة شباب بلوزداد فهل ممكن يدفع به وسامبو علي وبالتالي الشكل الهجومي يتغير بوجود وسام وبرستاو وريدا سليم على حساب حسين وطاهر ومودست الدفع باكرم او مصطفى بولخير مكان ماروان عطية الجانب الدفاعي مفيش فائي مشكلة عالي معلول موجود ومحمد هاني وفي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم بالإضافة إلى الحارس المتميز مصطفى شباب فدي اطلالة كده سريعة قلت حطوكم في الصورة قبل معادل مباراة 48 ساعة القيمة التشكيل الاختيارات الغيابات اللي ممكن يشتعل عليها مرس الكولر في مباراة ميديامة الغاني طيب ده جانب